كان يحضر حديث أيضاً عما يستنبط منه ونفضل الحضر هو يقرر من جهة رجال أن الأتكار من سلة نبيه صلى الله عليه وسلم وأفضله ما كان في رمضان وأفضله ما كان في عشرة أصية منهم هذا من جاء ومن جاء أخرى فيه تبنية إلى أن الأتكار في المسجد ليس من ما يشترك فيه نساء مع الجاء وهذا واضح فيما إذا تذكرنا أن صلاة الجماعة وهي طريبة على المسلم كطريبة الصلاة نفسها ففي هذه الطريبة طريبة الجماعة لا تشترك فيها النساء فأولى وأولى أن لا يشترك النساء في شرعية الأتكار في المساجد وبخاصة إذا كان الأتكار يشوب شيء من الأرياء وحب الظهور والغيرة التي لا يكون الدافع على الأتكار في هذه الحالة هو التقرب إلى الله فالرسول صلى الله عليه وسلم نقضى الأخذ التي أي الخيمات التي نسبت المسجد النبوي لبعض الزوجات عليه الصلاة ومن صعب قسم الموضوع نقضى أيضا خيمة الله عليه الصلاة والسلامة لكي تانا في عدد النساء هذا ما يمكن ترجمة نانسي قنقر